أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبط مهاجرين أفارقة دخل البلاد بطريقة غير شرعية وقالت الداخلية في بيان إن الشرطة في نقطة مدخل شحن بمحافظة المهرة ضبطت 16 مهاجرا غير شرعيين أفارقة من الجنسية الإتيوبية مؤكدة احتجاز المتهمين في عملية تهريب الأفارقة تمهيدا لإحالتهم للإجراءات القانونية فيما تم التحفظ على المهاجرين الأفارقة رهن الإجراءات القانونية في القضية وفي محافظة شبوة قالت الشرطة إن قاربا وصل إلى شواطئ المحافظة وعلى متنه 109 من الجنسية الإتيوبية مضيفا إنه جرى إنزال المهاجرين في موقع المجاميع ساح العرقة حيث جرى إنزال المهاجرين في موقع المجاميع ساح العرقة بمدرية رضوم حيث مجاميع المخيمات المهاجرين الأفارقة